السلام عليكم إن شاء الله هنكمل حل كتاب نيوتن المراجعة النهائية للصف الثاني الثانوي هنكمل الامتحان رقم 8 وقلنا اللي عايز يتابع القائمة دي تابعها من خلال قائمة حل كتاب نيوتن هيلقي القائمة فيها الامتحانات بالترتيب بإذن الله هل أنت شو السؤال الأول بيقول إيه؟ كل مما يأتي من أنواع الموجات الكهرمانصية مع عدق تعالوا الأول نفتح الكتاب ونذاكر الموجات الكهرمانصية عبارة عن إيه؟ موجات الراديو موجات الكهرمانصية والموجات المايكرومترية والأشعة تحت الحمراء والضوء المرئي والأشعة الفوق بنفسجية والأشعة السينية وأشعة جامع طيب تعالوا كده نشوف أشعة الليزر طبعا ده ضوء وبالتالي هم موجات الكهرمانصية موجات الراديو موجات الكهرمانصية أشعة جامع موجات الكهرمانصية لكن الموجات اللي بتحدث في وطر مهتز دي موجات ميكانيكية فبيقولك مين هنا مش موجات الكهرمانصية كله موجات الكهرمانصية مع عدق مين؟ معادة دا السؤال اللي بعد الضوء المرئي يتكون من الضوء المرئي يعتبر من ضمن مكونات الموجات الكهرومغنطسية او مثال على الموجات الكهرومغنطسية اللي هي اصلا بتتكون من مجالات كهربية ومجالات مغنطسية متعمدة على بعضها البعض وعلى اتجاه انتشار المجال يبا هي مجال كهربي متعمدة على مجال المغنطسي صح لكنه مش موازي لاتجاه الانتشار تعامودي على اتجاه الانتشار كلمة موازي دي هسا بعدها طب مجال كهربي موازي لمجال مغناطيسي لا احنا قلنا ده عمودي على ده معمودي على اتجاه الانتشار يبقى الإجابة الصحيحة تكون ده مجال كهربي متعامد على مجال مغناطيسي ومتعامد على اتجاه انتشار المغناطيسي تمام إذا علمت أن سرعة انتشار أشعة X في الهواء V1 وسرعة انتشار الأشعة تحت الحمراء في الهواء V2 وسرعة الصوت في الهواء V3 فإيه العلاقة اللي بينهم أولا أشعة X والأشعة تحت الحمراء دي موجات كهربي مغناطيسية سرعتها في الهواء أو في الفراغ سرعة سبتة قمتها 3 فعشرة أستمان أما سرعة الصوت في الهواء سرعة سبتة حوالي 340 متر على الثانية فواضح أن سرعة انتشار الموجات الكهربي مغناطيسية أكبر من سرعة الموجات الميكانيكية زي الصوت وبالتالي هقول V1 بساوي V2 ودولها يبقى أكبر من V3 يبقى V1 بساوي V2 أكبر من V3 يبقى الإجابة هنا هتكون رقم G تعالوا نشوف السؤال بعد الأشكال أتيت وضح بعض الموجات التي حدثت خلال نفس الفترة الزمنية وفقا لذلك الطول الموجي معظم الأسئلة على الطول الموجي تعالوا نجيب الطول الموجي الطول الموجي هو المسافة بين قمة والقمة اللي وراها ماشي قد القمتين واربعة تعال نعيد قد 1 2 3 4 يبقى هنا هنقول الطول الموجي نعتبر المربع بسانتوا مثلا يبقى 4 سنتيمتر طيب هنا من القمة للقمة ممكن نقول دا نص مربع وده نص مربع وده مربع يعني مربعين 2 سنتيمتر طيب تعال نعيد هنا من القمة لحد القمة بص كده… أدي مربع والحتة دي نص ونص يبقى ان تكده 2 سنتيمتر ماشي تعال أعد هنا من القمة للقمة هنل resultados 1 سنتيمتر مربع 1 طيب الطول الموجة للموجة 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 للموج كتب طب تمام يبقى ثلاثة صح طب الموجة ان لها اقصى ساعة اقصى ساعة هو فين موضع السكون اهو اقصى ازاحة بعيدا عن موضع السكون هنا مربع هنا مربعين مربعين هنا مربع وحتة او مربع ونص يبقى فعلا الموجة ان لها اقل ساعة يبقى العبارات كلها صحيحة يبقى واحد واثنين وثلاثة واربعة معا الاجابة هتبقى رقم ده السؤال بعده موجتين من نفس النوع تنتشران في نفس الوسط تكون النسبة بين ترددهما ايه اولا الادام في نفس الوسط يبقى السرعة واحدة يبقى العلاقة اللي بين التردد والطول الموجة علاقة عكسية فالف كي على الاف ال هتساوي لمضة العكس لمضة ال على لمضة كي تعالى بقى نكتب نشوف لمضة ال البصد بكاله اللمضة دي كده موجة صح دي كده موجة كاملة تعالى نعد كده قد ايه الطول بتاحها طول الموجة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة هنقول اربعة طب وتعالى كده الطول الموجة ده كده موجة كاملة تعالى نعد ادي مربع اتنين طب على اتنين فهل واحد على اتنين فهل اتنين يبقى اتنين لواحد يبقى الاجابة الصحيحة هتكون رقم ده بعد رقم ستة تلاتة موجات صوتية صادرة من عدة مصادر في نفس الزمن ايه العبارات الاتية صحيحة بيسأل على التردد او الشدة او الطول الموجة طيب احنا دلوقتي عندنا مسافة الموجات واحدة ولو بنيجي نتكلم على اللمضة بنقول اللمضة بيساوي اكس على ان تمام الاكس دي ليهم كلهم دي يبقى الفايصل في الان يبقى اللي لطول الموجة الكبير حيبقى مع اقل عدد في المسافة دي نعدي الموجات هنا هنعدي الموجات هنا هللي عندنا موجة واحدة طيب تعالي نعدي العدد الان هنا كم يوجة ادي واحد وبعدين اتنين وبعدين ثلانات хот تعاليه نعدي هنا قد كده موجة ونص يبقى واحد ونص موجة دي العدد طيب يبقى احنا اتفقنا ان العددو اقل طول الموجة اكبر وبالتالي العدد الأقل عند زد فزد ده لي أكبر طول موجي طب هل دي موجودة الأول في العبارات طول موجة زد ده أكبر من طول موجة اكس و واي يبقى العبارة دي صح سأل بعد الأشكال التي توضح عدة موجات مستعرضة حيث يدل المحوى الأفقي على المسافة التي تحركتها الموجات في يكون بيسأل على ترتيب الأطوال الموجي طيب بصوا كده أنا عندي دي كده موجة فمسافة الموجة هي الطول الموجية دي كده مسافة موجة واحدة تعال نعد المربعات كده أدي واحد اتنين تلاتة أربعة يبقى اللمضة هنا باربعة طيب أنا عندي هنا قمة وعندي هنا قاعة طيب تعال نعد المسافة اللي بين القمة والقاع أدي واحد اتنين تلاتة أربعة ده كده نص الطول الموجي من القمة المسافة الأفقية من القمة للقاع ده نص لامضة كم إحنا قلنا؟ أدي واحد اتنين تلاتة أربعة يبقى الطول الموجي حيبقى عبارة عن تمامية طيب هنا عايزين نعد موجة كاملة بص كده تعالى نعد او نشوف مسافة الموجة الكاملة هي طول الموجة دي كده موجة كاملة من هنا لحد هنا موجة كاملة عدلي بقى 1 2 3 4 5 يبقى اللمضة هنا بالسوي 5 تعالى في تردد هيبقى عندك اللمضة 2 اكبر التبانية اكبر من 5 يعني لمضة 2 اكبر من لمضة 3 ويقل 5 اكبر من 4 يبقى اكبر من لمضة 1 هنضع في الاختيارات على لمضة 2 اكبر من لمضة 3 اكبر من لمضة 1 يبقى الاجابة هتبقى به السؤال بعده الشكل مقابل لمس الموجة تتقرر فيها 600 مرة في الدقيقة عدد المرات 600 في الزمن الكلي ده مش زمن دوري ده زمن 600 دورة وبالتالي الزمن الكلي دقيقة يعني 60 ثانية فعيز الفترة الزمنية بين Q و R من Q لحد R ده كده ربع زمن دوري ربع الزمن الدوري على العموم الزمن الدوري عبارة عن T على ال N يعني 60 على 600 يعني 1 على 10 تمام؟ 1 على 10 احنا بقى عايزين ربع الزمن الدوري عايزين ربع الزمن الدوري عشان نوصل لل T ما بين Q وال R يبقى 1 على 40 فتبقى الإجابة ده سؤال رقم 9 في شكل مقابل موجة ترددها 50 هرتز يكون الزمن اللازم لمرور الموجة بين النقطتين A و B طبعا دي كده 3 4 دوره تمام؟ فإحنا هنقول إن التردد عبارة عن N على T تمام؟ هو بقى عايز زمن دوا يبقى الزمن هيساوي ال N عن U ال N يعتبر عندك ال N بكام؟ إحنا هنقول دلوقتي قادي ال N على N U تمام؟ طيب ده 3 تربع العدد اللي احنا عدناه 3 تربع يعني 75 من 100 على التردد اللي هو 50 حيطلع الناتج 15 من 1000 سانية يعني 15 ملي سانية فتبقى الإجابة قال بعد الشكل الذي يعبر علاقة بين الطول الموجة الموجة تنتشر في الزجاج ومقلوب التردد هي بين الطول الموجة والتردد علاقة عكسية لكن لو مقلوب التردد تبقى علاقة تردية بالاختيار جيد هنا الطول الموجة وهنا واحد على التردد اختار العلاقة رقم جيد هنشوفي السؤال بعده صفة رعضية حدثت على بعد 100 ألف متر يبقى المسافة ألف متر من شخص ما الفترة الزمنية الحادثة بين رؤية البرق وسماع صوت الرعض مع علم من سرعة الضوء 13-8 وسرعة الصوت 330 متر عسل الفترة الزمنية هو عايز الفرق عايز الدلتاتي عايز فرق الزمن بين صوت الرعض ورؤية البرق طيب إحنا دلوقتي عايزين فرق الزمن ففرق الزمن هيبع عبارة عن زمن كبير نشيل منه زمن صغير هو ده فرق الزمن طيب الزمن مش السرعة بيساوي المسافة على الزمن يبقى الزمن بيساوي المسافة على السرعة المسافة واحدة لكل ألف لكن أنا هختار السرعة الصغيرة عشان يكون الناتج تكبيرة السرعة الصغيرة اللي هي سرعة الصوت 330 ناقص الزمن الصغير بقى هنقول نفس المسافة اللي هي ألف بس على السرعة الكبيرة يبقى 3-10-8 وإلا كان هيطلع معاك الناتج بالسالم وفيش زمن بالسالم هيطلع معاك الناتج 3-3 من 100 سنية هتوبقى لية دي الإجابة طيب تعال بقى نشوف المصطلح العلمي موضع واتجاه حركة جزئ من جزئات الوسط في لحظة معينة ده اسمه الطور موضع من الموجة الطولية تتباعد فيها جزئات الوسط إلى أقصى حد ممكن ده التخلخل ده في المسافة الأفقية بين القمة والقاع ده الطول الموجي الترفر دي يتدرج من نقطة لأخرى دي الموجة المرتاحلة المسافة التي تقطحها الموجة خلال زمن دوري واحد ده الطول الموجي